لا يختلف الهدف وإن اختلفت الاتجاهات فالطريق إلى صنعاء بات أقرب من أي وقت مضى الجيش الوطني والمقاومة يقتربان أكثر فأكثر منها ويسيطران على جبل القتب المطل على وادي محلي غرب نقيل الفرضة وعلى موقع الحول أعلى قمة في جبال نهم لتأمينها حيث تدار معارك عنفة تتبادل فيها المقاومة والميليشيا أدوار الدفاع والهجوم للسيطرة كليا على نهم أما لماذا نهم بالتحديد؟ فالأسباب تكمن كونها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء سلاسلها الجبلية تطل مباشرة عليها والسيطرة عليها تعني سهولة تحرير أرحب وباقي مديريات صنعاء ومن ثم الإطباق على الميليشيا الحثي وصالح كما أن السيطرة على نهم سيقطع أي إمداد عن ميليشيا وهو ما قد يسرع تحرير صنعاء عندها ستعود المعارك إلى نقطة البداية لتعود الدولة ولن تضطر المقاومة لخوض مزيدا من المعارك الجانبية التي تطيل أمد الحرب وتسبب دمار المدن يبقى السؤال هنا إلى أي مدى ستستطيع نيشي الحثي والمخلوع مواجهة هذا التقدم للمقاومة والجيش الوطني؟ وهل ستنجح الشرعية للعودة من تحت ركام الحرب وبناء الدولة اليمنية من جديد؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة